السلام عليكم مرحبا بكم في مطبخ وتدابي النورة مرحبا بكل المشتركات الوصفة عنها لما رح تكون وصفة اقتصادية بني اقتصادي بمكونات بسيطة يجو خفاف وجبنان يصلحوا تحضرهم من قهوة العصر تفضحوا بهم العائلة ديالكم خاصة في فصل الصيف نحبون تناولوا بزاف لبني رح نشوفوهم بمكونات جد جد اقتصادية نخليكم مع الوصفة بسم الله على بركة الله بالنسبة للمكونات نحتاج كاس تحليب يكون دافي بالنسبة لكاس المستعمل لحجم ديالو ميتين وعشين ميلي لتر نحتاج كذلك زوج مغرف كبار ونصف تعال السكر مغرفة كبيرة ما تكونش معمرة من خاميرات الخبز ثلاثة مغرفة كبار من الزيت نحتاج كذلك مغرفة صغيرة معمرة ملافاني نصف ملعقة صغيرة من الملح حبة عبيض نصف ملعقة صغيرة من خاميرات الحلويات ونحتاج كذلك من ثلاثة الى أربع كيسان هذا يبقى الحساب نوعية الفارينة المستعملة وكذلك حجم حبة عبيض المستعملة بسم الله على بركة الله بالنسبة لطريقة التحضير في إناء رايح نحط الكاس تحليب بالنسبة لهذا الكاس تحليب تقدر تعوضه بكاس بنصف كاس تعلما مع نصف كاس تحليب نضيف على هذا الحليب السكر خميرة الخبز الزيت لفاني وكذلك الحبة على البيض رايح نحط جميع المكونات مع بعضها البعض كما راكم تشوفوا معايا نخلط جيدا هاد الخاليط حتى تندمج كامل المكونات هادك البيض رايح يدخل في هاد الخاليط تعالح ليب وكذلك هادك الخاميرات تعالخبز رايح تدوب تماما اما بالنسبة لأخوات اللي ما عندها شلفو رايح تستعمل فرشيطة ودائما نضيف المكونات تدريجيا مثلا تحط الحليب مع السكر تدخل مني هادك الحليب في هادك السكر تحاول تدوب هادك السكر وتبتل ضيف المكونات تدريجيا بعد ما تندمج كل المكونات مع بعضها البعض نضيف كاس من الفارينة نبدأ نلمل عجينة نزيد مع هادك الكاس تاع الفارينة نصف ملعقة صغيرة من خميرة ندخل جيدا هاد المكونات في الخليط بتاع السوائل المواد السائلة نضيف الكاس الثاني في هاد المرحلة العجينة كما راكم تشوفوا معي راهي بدأت تثقل رايح ننحي الفوري نضيف الكاس الثالث من الفارينة كما راكم تشوفوا معي الفارينة رايح نضيفها تدريجيا هاكدو ندخل هاد الكاس الثالث جيدا هاكدو بيديا هاكدو باش نعرف القوام بتاع العجينة كذلك هاد ليبني تقدر كذلك نتحضرهم في البتخان رايح نتحضرهم صدقوني في دقائق اما بالنسبة لكاس الرابع نبدأ نضيفه تدريجيا في المرحلة الاولى رايح نحط نصف كاس نحاول ندخل مني حاد العجينة اعفون فارينة في هاد العجينة كما راكم تشوفوا معي العجينة اللي تحصلت عليها هي مازلها عاجينة تلاسق في اليدين رايح نضيف لها كمية وحدو خاطع الفارينة هنحننضيف لها حوالي ربع كاس دائما نقولكم كمية الفارينة اللي ستعملوها رايح تختلف على حسب نوعية الفارينة اللي ستعملتوها وكذلك حجم الحبة تعال البيض المستعملة هاكدو ندخل مني حاد الكمية نومال ما هادي هي الكمية اللي حا نحتاجها ظالة هايت المثلي هنا العجينة ما را هنا كمية الفارينة اللي استعملتها ثلاثة كيسان اما الكاس الرابع كنت اضفت منه كاس الى ربع نحط العجينة على طاولة العمل ونحاول انني نجمحها منيح كما راكم تشوفو هنا يراني نعجن فيها حوالي دقيقة او ثنين لا اكتر نشكلها على شكل كورية بهذه الطريقة نحط العجينة في ايناء نضيف للعجينة بعض القطرات من الزيت ندهن منيح هذا كلوبول وكذلك العجينة سطح العجينة كما راكم تشوفو بهذه الطريقة رايح نغطيها على العجينة ونخليها ترتاح بعد مرور 45 طريقة العجينة راه يرتاح وكذلك ضعفة الحجم ديالها نحط العجينة على طاولة العمل تكون مرشوشة بالفارينة نسقمها منيحة على طاولة العمل نحلها شوية هكذا بيدية ونضيف كذلك الفارينة هكذا بشكي نحل العجينة ديالي ما تلسقليش على طاولة العمل نزيت نحط كمية من الفارينة على سطح العجينة نحل العجينة هكذا بيدية ونكمل نحلها بالحلال ودائما نضرب طلع عليها من الأسفل ونشوف لك اخصها الفارينة نضيف لها بعد ما نكمل نحل العجينة كامل نحاول انني نخلص من كامل هذه الفارينة الزائدة على سطح العجينة بالنسبة للسمك العجينة نحاول انني نحلها على سمك من 5 حتى 8 ميلي متر هذا يبقى على حساب الضغبة ديالكم من جهة اخرى عندي الطابعة اللي حنطبع به هاد ليبني ونحتاج كذلك لهاد لادول باش ندير هادك التقبل يجيه في الوسط اما بالنسبة للاخوات اللي ما عندهمش هاد لادول تقدر تعوضوه بالبوشون تعقرعها تع سعيدا حيكون بخاتيك كذلك قبل ما نبدأ نطبع العجينة التعيد دائما ننمض الطابع في كمية من الفارينة نجرب في اول مرحلة ونشوف يداجتني الحبة ديالي شابة رايح نكمل نطبع كامل العجينة بالنسبة لهاد الطابع على شكل دائري تقدر تعوضه بكس يكون الحجم التعو شوية كبير هاكده بهاد الطريقة حاول نطبع كامل العجينة في هاد المرحلة نجيب لادول كذلك نربدها منيح في الفارينة نحاول انني نطبع هاد القص اللي كنت شكلته في الواسط هاكده ندير تقب في الواسط بهاد الادوي كيما اقتلكم البنات اللي ما عندها شهاد لادوي تقدر تعوضوه بالبوشون تعقر على سعيدة وتطبعو هاكده بهادك البوشون في الواسط بتاع الحبة هاكده بهاد الطريقة بعد ما نكمل نطبع كامل العجينة هنه من جهة اخرى عندي سنيوة وكذلك عندي قطعة من البابي كويسون اللي كنت قطعتهم على هاد الشكل كيما راكم تشوفوا معايا ننحي كامل هاد الاطراف تاع العجينة اما بالنسبة لهاد الدوائر الصغرات قدروا تحتفظو بهم انا نحبهم بزاف ننخليهم كيما راهم اما الاخوات اللي ما يحبوهم شما عليهم الا انهم يعجنوهم مع هاد الاطراف تاع العجينة نحيها هاكده هاد العجينة الزائدة نحيها كامل هاكا غير بالعقل نجمحها ونحاول نعجنها ونشكلها على شكل كورية وراح نخليها ترتح نغطيها جيدا ونخليها ترتح حتى نكمل نحط كامل هاد العجينة اللي طبعتها في السنوة ونعاود نولي باش نحلها نولي الهنا الليبني اللي كنت طبعتهم نحطهم هاكده فوق البابية كويسون في طعام البابية كويسون بنسبة لهاد البابية كويسون تقدروا تستغنوا عليه لكن الدوائر تاع هاد البابية كويسون رايح ترفضوا الليبني بتاعكم بكل سهولة اولا وثانيا رايح لما ترفضوا الحبة بتاعكم بتاع الليبني ما وش رايح تخسرها الشكل بتاعها وكذلك الخميرة ديالها يعني اللي بخاتيك ويسهل عليكم من الخدمة اما الاخوات اللي ما عندهم شلو بابية كويسون يقدروا يستغنوا عليه بعد ما كملتها حطيت كامل العجينة اللي طبعتها في بابية كويسون رايح نغطيهم هاكده بالقطعة تاع القومش ونخلي الليبني التاعي يختمروا حوالي اربع ساعة من جهة اخرى بالنسبة للسكر اللي حنرمض فيها الليبني هنا عندي كمية من السكر نحط لها كمية صغيرة ملافاني لازم ننكه هاد السكر اللي حنرمض فيها الليبني رايح يعطيني بنا عظيمة تجربوه لبنات وكذلك نوعية السكر اللي نستعملوا يكون النوعية التاعوي يكون رقيقة ما يكون شخشين كذلك هنا كنت وجدت الصحن اللي حطيت فيها بابية أبصوربون وحطيت كذلك الزيت تسخن بعد ما سخنت الزيت هنا الليبني التاعي كذلك رهم ضعفوا الحجم تحهم ننفذ الليبني التاعي هكذا غير بالعقل ونحطوه في هذيك الزيت بعد ما تكون سخنت هاد الليبني كما شفتوا معايا لبنات اقتصادية سهل التحضير وستقوني جوبنان بل بزاف خاصتان لستويس هذيك اللي دتها لما ضفت الافانيل هادا كالسكر هاد المرحلة بعد ما نحط لي بنيه في الزيت نحي هادا البابية كويسون رايحين تنحوه بكل سهولة نزيد حبة وحد اخرى هنايا كذلك نحي لبابية كويسون هادا كما راكم تشوفوا معايا رايح نحي بكل سهولة بعد ما يتحمروا لي بنيه من الجهة السوفلية رايح نقلبهم ونخليهم يتحمروا على الجهة الاخرى هنا فقط كاملاحظة بالنسبة للنار اللي طيب فيها لي بنيه هادا تكون النار متوسطة في الاول نخلي الزيت التاعي تسخن جيدا بعد ما تسخن منح نحط فيها لي بنيه طيبه ونخلي دايما النار التاعي على نار تكون متوسطة كما راكم تشوفوا معايا هنا بعد ما طابوا لي بنيه وتحمروا منح بالنسبة للتحمر يبقى على حساب الرغبة ديالكم في هاد المرحلة رايح ننحي لي بنيه هاقدا نقطرهم جيدا ونخليهم يقطروا في الطبس اللي كنت حطيت فيها البابية أبسوربون هاقدا بعد ما خليت البنيه تقطر جيدا من هاداك الزيت حوالي دقيقة ولا زوج نبدأ نرمض فيها في السكر اللي كنت نكهته بشوية على فاني بالنسبة للنوعية السكر من أفضل أنكم تستعملوا السكر يكون رغيق ما يكون شخشين كذلك بالنسبة للسكر من الأفضل أنكم تحلوا باك يكون جديد هاقدا بشي يلسق لكم جيدا في البنيه بتاعكم هادي ملاحظة فقط نعطيها للمبتدئات لأن السكر بتاعكم إذا دخلت له اللي ميديتي ما هوش رايح يلسق لكم في الحبات التعليبيني بنفس الطريقة رايح نكمل نرمض كامل حبات التعليبيني في هاد السكر بهات الطريقة وكذلك رايح نكمل نقلي ليبيني بالنسبة للليبيني رايح نقلي بربعة حبات نخليهم يتقطروا شوية و رايح نسكرهم و نزيد نقلي هاقدا حتى نكمل كامل ليبيني لي معايا هنا كذلك كنت حطيت هاد الكوريات طابو خلهم يتقطروا شوية و رايح نرمضهم كذلك في السكر وبنفس الطريقة رايح نكمل نقلي كامل ليبيني اللي حضرتوا في النهاية البنت الوصفة اللي كنت حضرتها معاكم الليبيني بطريقة اقتصادية كما راكم تشوفوا ستروني لبناتي جبنان بالبزاف جربوهم فرحوا بيهم حائلتاكم فرحوا بيهم اولادكم شوفوا معا لساس جوز كامل اللي احتيتهم لكم السكر هاد كيفاش قعد لاسق في الحبات الليبيني نقلكم لبناتي ده جبتكم الوصفة تعانها اليوم شجعوني بلايك و كذلك تعليق فتجيب الفيديو مع احبابكم و اصدقائكم لتعم الفائدة اما انتم لتزوروا لأول مرة القناة شجعوني بالاشتراك في القناة و كذلك الضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد من القناة نقسم لكم شوفوا كيفاش يجوا من الداخل يجوا خفاف وبنان يجوا اسفنجيين شوفوا كيفاش يجوا والبنان البنات ما نحكي لكم شي والمو معا قهوة العاصر و سطحوني لبنات يجوا بزاف بنا نجربوهم فرحوا بهم العائلة ديالكم كما شفتوا المكونات اقتصادية موجودة في كل البيت في النهاية نقلكم لبنات الى اللقاء اترككم في امان الله في فيديو اخر ان شاء الله و احبكم في الله سلام اشتركوا في القناة